وزارة الداخلية تعلن عن دور محوري تؤديه الأجهزة الأمنية في صيانة الحقوق وفرض الواجبات وتتعاهد بتطبيق برنامج إصلاحي شامل ينطلق من تحديث التشريعات وتكييفها مع متطلبات ممارسة ديمقراطية حديثة مستجبت مع القيم الأصيلة للبلاد وتحدث بيان جديد صادر عن الوزارة عن ضرورة انصياع الجميع للقانون والتقيود بأحكامه في سياق يطبعه الإنصاف والشفافية وتذهب مفصلة إلى ذكر المؤسسات والأفراد وتؤكد الاستثناء في ذلك بعيدا عن أي تعسف أو امتياز بدى البيان الطويل في بعض الشيء غامضا بالنسبة لكثيرين فالوزارة اكتفت بذكر أهداف عامة على غرار إخراج البلاد من دائرة التخلف وضمان عصرنته على مختلف المستويات في جو من السلم والمساواة والوئام الوطني والاجتماعي دون أن تحدد بالضبط الحوادث الجديدة التي استدعت البيان لم يستبعد بعض المعلقين أن يكون البيان مقدمة لأحداث لاحقة ربما فيما ذهب آخرون إلى الحديث عن مستجدات أخرى تحدث بالتزامن معه أبرز هذه المستجدات هو حصر تحركات الرئيس السابق محمد العبد العزيز في ولاية واكشوطة الغربية بعد اتهامه بتأخير إكمال إجراءات البحث الابتدائي برفضه التعاون وتسريع الإجراءات يرد دفاع العبد العزيز بالقول أن الإجراء يخرق مواد أساسية وجوهرية من الدستور والقوانين الموضوعية والإجرائية المتعلقة بضمان السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية والدولة متسائلا أيهما نصدق في الربط بين الإجراء الجديد وبيان الداخلية غير أن منع العبد العزيز من مغادرة دائرة واكشوطة الغربية لا يبدو الوحيد الذي يأتي في سياقه البيان حيث بدأت الشرطة منذ الجمعة المواجهة بين عدد من المسؤولين في عهد العبد العزيز مستعرضة تصريحات كل واحد من المستجوبين عن الآخر وتحميله المسؤولية عن الملفات محل التحقيق تمهيدا لإحالة خلاصات البحث إلى المحاكم